نروح ليه كواليس سيناريوهات انتخابات نادي الزمالك نادي الزمالك انتخاباته برضو يعني ايه انت مش قادر تمسك حاجة واضحة زي النادي الاهل انه كابتل محمود الخطيب خلاص بشكل واضح داخل انتخابات النادي الاهل كرئيسه ومعه قائمته اللي هيعلنها خلال ساعات ربما خلال ايام قليلة طيب انتخابات النادي الزمالك حتى الان هي معلقة حراركم عارفين بسبب فحص العضويات وليه اللجنة المكلفة اللي انتهت من جزء كبير منها هيتم فتح الترشح مجددا نهاية شهر اكتوبر باذن الله اكتر من مرشح في الزمالك يعني بينتظر فتح الباب عشان يعرف الموقف النهائي لترشحه من عدمه طيب مين المرشح او مين الاسماء المرشحة هقول لكم الاسماء المرشحة عمر الجنيني خالد عبد العزيز احمد جلال احنا نكلم عمر الجنيني وخالد عبد العزيز وإحمد جلال إبراهيم وإحمد سليمان وحسين لبيب وشام نصر دول الاسماء المرشحة او الاسماء اللي ممكن تبقى مرشحة انا بحاول بس يعني احدد الفاظي الاسماء اللي ممكن تبقى مرشحة لرئاسة نادي الزمالك في الفترة القادمة ومرة أخرى عمر الجنيني خالد عبدالعزيز أحمد جهل إبراهيم أحمد سليمان وأحسين لبيب وهشام نصر مقعد النائب هيبقى فيه أو ربما يبقى فيه مجد فاروق عبدالجواد هاني زادة وهاني العدال ومصطفى بدوي ومتحد العدل مرة أخرى مرة أخرى الكلام على مقعد النائب ماجد فاروق عبدالجواد هاني زادة وهاني العدال ومصطفى بدوي ومتحد العدل مقعد أميني الصندوق حتى الآن الاسم المرشح أو الاسم اللي ربما سيكون مرشح على هذا المنصب المنصب هو فقط هاني شكري الأضوية فوق وتحت السن الأسماء المرشحة للأضوية فوق وتحت السن أحمد عفيفي مصطفى عمر عز مختار حسام المندوه صبحي عبدالسلام إبراهيم عبدالله والحسيني سمير مصطفى السيف العمالي مصطفى الشرباجي وأحمد هاني زادة سامر أحمد عبدالوهاب هشام نصر إبراهيم وهشام نصر وسامح الخانك دول المرشحين للأضوية فوق وتحت السن في نادي الزمالك المرشحين للترشح المرشحين للترشح احنا بوضح الكلام تاني هو المرشحين للترشح في الأضوية تحت السن في انتخابات نادي الزمالك وفوق السن المرشحين للترشح